عين بقرار جمهوري محافظا لعدن فبات المحافظة والحكومة والرئيس هكذا يمضي محافظ العاصمة المؤقتة عدن المنتمي لمجلس الانتقالي أحمد حامد لملس منذ استر الرئيس هادي قرارا بتنصيبه محافظا للمحافظة فلا يمر يوم دون أن يصدر قرارا بعزل مسؤولين حكوميين عينوا من الرئيس هادي وسبدالهم بمقربين من الانتقال الذي يتولى أمنته العامة انتصار العراشة القادمة إلى شركة نفط عدن بقرار رئاسي كانت آخر الكوادر المبعدة عن منصبها بتعيين تاجر المحروقات صالح الجريري بدلا عنها وهم اعتبر قفزا واضحا على صلاحيته الممنوحة كمحافظا للمدينة قرار اعتبره مجلس اللجان النقابية بشركة النفط في عدن محاولة لخصخصة الشركة والاستيلاء على ممتلكاتها كون القادم إليها مديرا ماليا بشركة منافسة في سوق المشتقات النفطية قرارات لملس وصلت شركة النفط بعد أن طالت المؤسسة الاقتصادية وإعلام عدن الذي بدى كما لو أنه قطاع منفصل يصدر توجيهاته بعيدا عن سلطة الحكومة الشرعية تجاوزات دفعت الحكومة لدعوة المحافظة للتوقف الفوري عن إصدار أي قرار دون الرجوع للجهات المعنية قرارات عشوائية ممزوجة بلغة المحسوبية إذن تتسلل إلى مرافق الحكومة في عدن لكنها تواجه برفض نقابي قد يحول دون أن تتصدر فوضى الميليشيا بعض مؤسسات الدولة بعد أن طغت على المشهد العام في المدينة ترجمة نانسي قنقر